السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير من الحاجات اللي باستناها في موسم الشتاء هي البسارية البسارية أنواع من أنواع السمك بيكون صغير جدا وتقريبا ما بيكبرش كتير عن الحجم اللي انتوا شايفينه ده غني بالعناصر الغذائية والأمجة السري مليان فيتامينات تقريبا مش موجودة في أنواع سمك غالية جدا 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 يعني تقدري تقول كده قمبلة من الفيتامينات وسعرها رخيص جدا جدا زي ما قلت لك ما بتظهرش غير في الشتاء علشان كده أول ما الشتاء بيجي لازم أدور عليها ولازم أجيب منها كمية وأشيلها في الفريزر وأبتدي أعملها وقت الحاجة هنعمل النهاردة البسارية بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا ولنتيجة أكتر من رائعة وهنعمل كمان جنبها صلتة خفيفة جدا جدا أتمنى طبعا تعجبكم طبعا معي الفيديو عشان تعرفوا الطريقة بالتفصيل بس أبقى ندخل الفيديو للطريقة أتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة وشير ولايك للفيديو لو عجبكم طبعا هنقول بسم الله ونبدأ بالمقدير وطريقة التحذير عندي هنا كمية من البسارية وزي ما إنتوا شايفين لازم تأكد إن هي طازة وكويسة جدا جدا العين بتاعتها بتلمع ومنفوخة مش صفتة وكمان الخطين اللي بيبقوا في جنبها أو اللي بيبقوا في جنبها مش في جنبها فضي جدا بالشكل اللي إنتوا شايفين ده يعني بيل معه المهم إنك لازم تتأكدي إن السمكية صبحانا إن السمكية دي حساسة جدا 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 وللأسف أي حركة بسيطة بتأثر عليها وبتأثر كمان على لحمها فممكن يتهري منك بكل سهول طبعا أول ما جبتها غسلتها كويس جدا جدا تحت الحنفية أو تحت مياه جارية ده مهم جدا جدا وبعد كده هبتدي أنطفها بالشكل اللي إنت شايفين ده طريقة تنظيفها سهلة جدا جدا زي ما إنت شايفة فيه سمكية مختلفة شوية سمكة المكارونة غالبا ما بيكون مع البسارية أنواع كتير من السمك أو أكتر من النوع المرة دي لقيت معها سمكة المكارونة وكنت سعيدة جدا الحقيقة يعني لإن أنا من أنصار سمكة المكارونة فلقيت كم سمكية مقطقطة كده صغنانة طبعا بنفس الحجم لسمكة المكارونة ممكن تلاقي أنواع تانية ومختلف السمكية دي سعرها تقريبا كان زمان يعني كيلو رابع بالعشر جميل دلوقتي طبعا الأسعار اختلفت فسعرها دلوقتي ممكن يوصل لخمسين جنيه طبعا غسلتها كويس جدا وبعد كده أنا بتفطاها بكل سهولة شلت الراس بتاعتها وسحب البطن بتاعتها وارجعت غسلتها تيني بعد كده بقى التدبيلة بتاعتها عندي هنا عصير لمونة أو لمونتين وكمان هبهرها بالبهارات بتاعت السمك الجهزة مش هضيف لها طوم فرش لأن السمكية خفيفة جدا أو رقيقة جدا وضعيفة جدا جدا فالطوم الفرش هيكون طعمه قوي جدا وأنا مش حبة كده فاكتفيت بمعلقة ونص كبيرة من بهارات السمك طبعا البهارات بتكون على حسب الكمية أنا ما سبتش السمك في البهارات كتير أنا حضرت على طول السمك ما يستحبش أو ما يفضلش إن اكتسبيه في التدبيلة كتير بعد كده حضرت دقيق وعلى دقيق حطيت معلقة من النشا كبيرة بالشكل ده قلبتها مع بعض وبعد كده هبتدي أغلف السمك بالدقيق اللي موجود معي بياخد كمية كده وبيبتدي بإيدي أفرفارهم بالشكل اللي انت شايفاه ده ومهم جدا جدا الحركة دي مش هعمل كل واحدة وواحدة تقدري كمان تحطيهم في كيس ويكون سليم وتنفخي وترجيهم كده هيتغلف كويس جدا جدا معاك المهم إن أنا مش عايزة أو بتجنب بشكل كبير جدا جدا إن السمكية تتهل وهبتدي أصف الديق كويس جدا من على سمك بالشكل ده وطبعا في بولة أو في طبق أو في صنية وهبتدي أفرفارهم عن بعض مش هخليهم لازقين في بعض لإنك مجرد ما تسيبيهم على بعض دقيقين أو تلاتة وهتبتقي تحسي إن السمك عمل طبقة من العجين ولازقوا في بعض فأنا عايزة هم مفرفارين علشان يطلعوا معي مقرمشين وحلوين مش عايزة هم مع الجينين زي ما إنت شايفة خلصت الكمية اللي موجودة معي بالشكل الآن شايفة هذا أو ما خلصتش لأ لسه بخلص يعني المهم إن أنا هفرفارهم جنب بعضهم كده وبعد كده هبتدي أقلي على طول يعني مش هسيب السمك يهدى لإنه زي ما قلت لك هيعرق وبعد ما يعرق الدقيق هيتحول لعجينة وأنا مش عايزة كده أنا عايزة إليه والدقيق دقيق من غير ما يتحول لعجينة علشان أخد النتيجة اللي هتشوفيها معي بعد كده في قلب الزيت السخن بتتأنزل بالسمكية واحدة واحدة بالشكل ده منزلتش بكمية مع بعضها علشان ماتة كتلوش على بعض وبعد كده أول ما السمكية تبتأتنشف بالشكل ده ممكن أقلبها لن مش هقلبها خالص وهي طريقة بعد حوالي 3-4 دقايق طبعا مش هسيبها كتير السمكية ضعيفة فكل ما هتسيبها كتير كل ما هتنشف أكتر فأنا عايزاها تكون طريقة من جوة ومقرمشها من بره ثلاثة أربع دقايق كفاية جدا هديها تقليبة خفيفة زي ما انت شايفها بعد ما تبتدي تنشف وبعد حوالي دقتين تلاتة كمان هبتدي أشلها بس تاخد لون دهبي مش أكتر من جدا أولا أقول لك بقى مقرمشة أرمشة رهيبة جدا 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 وطعمها بكاية أتمنى من كل قلب تجربيها بالتدبيلة دي هتعجيبك جدا جدا وبعد ما خرجتها طبعا سبتها في مصفة صفت فيها لو اي زيوت موجودة فيها تصفيها وبعد كده بغرتها شوية من الملح شوية من الخمون شوية من الشطة اللي بتطهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده دلوقتي بقى هنبتدي نحضر مع بعض صلات الزبادي تتحطي جنب الأكلة اللذيذة دي لأننا النهاردة مش هستخدم رز أو مش هعمل رز جنبها طبعا تقدار يتعملي رز زي ما انت عايز ولكن أنا النهاردة حابة أني أكلها بالعيش والعيش البالة كمان جنب صلات الزبادي كده فهتكون هيلة جدا حضرت هنا عندي كمية من البقدونس فرمطاها ناعم جدا جدا أو الكسبرة متأذفة الكسبرة الخضرة وبقولة هنا ضفت كوباية من الزبادي كبيرة نص معلقة صغيرة من التوم المفروم رشة من الملحة رشة من الكمون وكمان عصير لمونة أو لمونتين بالشكل الان شايفيدة وهقلبهم مع بعض كويس جدا بعد كده هجيب حوالي 3-4 معالي أزيت هنزلهم بشكل تدريجي أو بشكل سرسوب مع التقليب المستمر علشان أخد شوية قوام يكون تقيل شوية هدقها وهشوف الطعم بتاعها محتاج أي حاجة هزود مش محتاج خلاص هي كده أوكي نزلت بالبقدونس أو الكسبرة المفرومة وعندي كمان حوالي معلقتين أو 3 من الجذر المبشور هقلبهم مع بعض كويس جدا وخلاص كده عندي أسهل وأسرع صلات الزبادي بلتم طحفة جدا وطعمها رائع جدا جدا مش بس تقدر تقدميها جم سمكة البسارة لا تقدر تقدميها جم بأي نوع من السمك أو كمان أي نوع من أنواع المشويات وكده خلاص خلصنا البسارية بتاعتنا دلوقتي بقى هنضيفها في البولة أو في الطبق في البولة إيه؟ في الطبق وهنبتدي نقدمها مش عايز أقولك قد إيه طعمها لذيذ قد إيه مقرمشة قد إيه ملحها مظبوط ودي بالنسبة لي كانت حاجة مهمة جدا 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 لأن البسارية سمكة من الأسماك اللي شوية ملحة صغننة قد كده خلاص بازت منك زي الجنباري بالزبط شاية ملحة بسيطة جدا جدا الجنباري باز منك وما بقاش لي أي معنى زي ما انت شايفة بتديت بقى زين الطبق كده بشوية بسيطة من الكسبرة المفرومة وخلاص كده العيش جاهز صلطة الزبادي بالتوم جاهزة وسمكة قلب سارية جاهزة مش عايز أقولك قد إيه طعمها لذيذ ورائع جدا 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 أكل غنية بالعناصر الغذائية تقدر طبعا تدخلي على جوجل تعملي سيرج تعرفي فوائدها رهيبة جدا جدا الفوائد اللي فيها مش موجودة في أنواع من السمك الغالية جدا جدا استغل الموسم وستغل الفرصة ويعمليها لأولادك وخليهم يستفيدوا بالطعم وبالفوائد الرهيبة اللي موجودة في سمكة صغانطوطة بالحجم ده يعني فعلا زي ما بيقوله يوضع سره في أضعف خلق وهي السمكة الضعيفة دي والصغانطوطة دي مليانة بفوائد وظيعة جدا جدا وزي ما شفت معي حضرت هنا العيش البلد الجميل بتاعنا حطيت شوية من صلاتة الزبادة اللي حطرناها شوية من البسارية وهناكل أحلى وألس بسارية طبعا تقدري لو مش حابة عيش تستبتليها بالرز بتكون هايلة ولزيزة جدا جدا بالرز سواء رز أحمر أو رز أبيض بالاتنين بتكون هايلة وممتازة شوية صلاتة خضرة شوية بطاطس محمرة شوية مخللات مفيش ولا أزهل ولا ألس ولا كمان أرخص من كده يعني الأكل رخيصة ولزيزة جدا جدا أتمنى طبعا من كل قلب تكون ربيح وبس كده يا شفى لحد هنا الفيديو خلص ووصفتي كمان خلصت أتمنى طبعا من كل قلب تكون عجبتكم لو الوصفة عجبتكم ما تنسنيش في الشير واللايك والسابسكرايب أشافكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دمتم أمني يا أحلى متابعين